مرشح ايضا لجيزة احسن وجه جديد محمد شبقي خوجة تور مبروك في رجوش صحة شريتك ساق وكل شاي شنا حوالك شنين الامور انتي اليوم بعد بعد موفا رجوش كيف ريت التفاعلات متاع الناس انتي كيفاش كتفرشت على روحك كيفاش ريت لهذا الاداء اه الحق معنا اغلب الردود لفعال كانت ايجابية فرحان ممكن بالظهور تلف ازيل بين ضفرين الاول دونك مش مستنس الحق زادة بالصفحات التواصل الاجتماعي كثيرة معناها ماي فرحان فرحان معناها جدني رودة فعل طيبة ملي كونيسور ملي كونت خايف الحق وارتحت تقول انتي حق يقبل كنت موجود في العمال الدرامية والله انا وخرت شوية في الظهور ولا ليه ليه ماكنش مزروب الحق معناها علاقتي ممكن كنت نحب برشا السينما وانا نمثل في المسرح واحد التلفزة ما انا ماكنش الحق نجي وراها اكثر من اني نكون نحب يعني شوية نكون في عمل فيه على قل فما مستوي فني نكون فيه في دور صعيب تقدي دور مبروك شخصية ما تتكلمش فاقدة للسند وبرشا شخصية تغيرنات خطران شعولها في العمل شو حبيت من خلال دور تركز توصل كرسالة في هذي الشخصية الحق معنا التعامل ساعة مع الشخصية دي نوعي شوية انا كاني معنا يعرف جميل حتى في المسرح ما عرضتني الشخصية ممكن اصعب حتى من هاتي يعني شخصية مركبة فخ للممثل وفي نفس الوقت مغرية معناها تتخوفك ما زادت تشتهاها معناها فاها مساحة متاع تعبيرة اخرى كل شيء دونك من اللي حكينا على الحق مع عبد الحميد انه جاله تحية اللي هو وعطى فيها فيه كانو قلي راو كاينو الشاهد على الحكاية كاينو كنا نغزر رجوج اترافير عينيه اترافير قلبه اترافير روحه دونك بانسور انتي انتي صندوق الاسود لي رجوج؟ تقريبا حامل سره هو حامل السر دونك فيه تعامل يملول بانسور كشخصية باش نبدس ابعاده الاجتماعية والفيزيولوجية والنفسية وخاصة انثقة فيها ذاته لانه مجنون القرية موجود في سردية تاريخية في المراجعة السينمائية في الريوائية موجود ومختلف معناها فما عدة مجانين تقاعد درويش في مصر تلقى المصولح في ثقافة اخرى تلقى الخيتانو في اثنية اخرى دونك حاولت الحق نشوف نقرب الصورة اللي تخيلها عبد الحميد اللي هو مهبول رجوج كيف اشوش نجمه انتي عملت كل الملانش بتاع الريفرانسة؟ اما هو يقعد 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 بانشوي الباكراوند اذا يعاونك في اما لحظة الاكسيون راونا دي ما نقول صحيح هذا تغذي به روحك كممثل ولكن لحظة سكوت هنصور قلبك يخدم وكان هاول لحظة وكان اخر لحظة معناها بشلوج عليك الصدق اللي معناها بقلبي ممكن اول اكثر موتور خاطر انا حتى في الريفرانسة سونتيفيك ما تنجمش يتشدوا بالقديب بالضبط صحيح عنده تاريخ شخصية اللي يتعنف مع اخوه وغيره ولكن ما فماش دي ما اقولش كون هبل ورجع قال كيفاش اللوجيك متعم اخو كيفاش يخمن عرش دونك الموتور الاقرب اللقيته هو الطفل اللي في شوقي الطفل اللي فيه هذي كا اكثر اثنية معناها قلت نمشي فيها و خرجت الصغير الموجود في شخصيتك انتي معناها في محمد شوقي خوجة انتي قلت انه هو حامل اسرار رجوج او الصندق الاسود لرجوج ولا الشاهد الموجود لكن الشخصية ما كنش نعرفه برش على اسرارها حتى في النهاية حتى في معناها نهاية مسلسل رجوج قاعدة برشا نقاط ظلم ما نعرفه ايش حتى هذي اللحظة ايش الشخصية وفهمة حتى في ردود الفاعل اللي سبهها بالخطاف اللي سبهها بالفراشة والبالفرططو الشخصية دي تعيش عالطرة على الهامش معناها انتي بكري حتى قطيش حبيت تقول بالشخصية هنا نعتبرها اللي تتقاطع مع الشخصيات المسحوقة والمهمشة في المجتمعات كيمة الغجر الرحل كيمة معناها التنتميل عليش قطلك فما ببعد ثقافي شرشيته فيها لو اشتعلي فيها هو كالصراع الجنوب شمال الثقافي مش بمنطقة الجغرافية يعني الايريش الامريك لاتين تونس يعني متعدية بجنب الحكاية اكثر ما هي في وسطها تتقاطع مع بانسور مع احداثها مع الشخصيات ولكن فما عالم موازي هي تخلقه التعبيره ممكن اللي لقيتها قلتلك في مجانين اخرين فما مجانين تتكلم ياسر تتحرك ياسر فما مجنون فما لي غني فما لي انا الممكن اللي اتفقنا فيه مع عبد الحمير بنقول قالي انه هدا عنده لعبة يلعب يلجو هذيك الفولار الماجي دي ما يعملها سين كود رمز ومعالي زوبجالي عنده الفيجورين اللي في الكرافان متاعه دونك عام العالم خاص ونعتبر انه عنده علاقة كبيرة بالارض وبالسماء وبالشمس وبالحيوانات حتى حتى احساسه معناه كان شفت ردودة فعاله فيها الحيواني وفيها دونك اقرب للسحنة هذي هوا شخصية عني مشاكل نفسية ايه يعني معناها اثار التعنيف متاع خوه وهرب اهرب ولكنه انا الحق ونحسه مشايل مشايل بيست اكثر حرية الكوخ متاع هو الحرية 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 تعريف الشخصية الحرية حر من غزرة المجتمع يلسون فو يعمل كل شيء علاش حتى قعد الجانب الطفل اللي فيه الطفل قبل ما يكبر قبل ما تركب عليه العادات ورأي الناس والدبش والكل شيء يكون حر هو المنافس ليوسف في حب محبوبة؟ مش هو من اللول تبدأ كيكا تظهر ولكن انا بيدي فيه اثناء التصوير وحتى في علاقة بيوسف قلت له من عرش اني بعد قبلتك وحبيتك جزء خطرك حبيتها في الحق معناها سيانا مو انكونديسيونيل انتع مبروك يحب المهم يحبها هي سعيدة معناه مش بالضرورة معاه ولا مع غيره ولكني حبها سعيدة تشوفناك في اكثر من مشهد مع حسام الغريب اللي ينحييوه أصعب الثنائيات هذية بنسبريكنتي زوز ما يتكلموش في اكثر من مشهد ما يمت رافا دي ما حسام قل عين عملو طاليانا عاد مخراو النص مخراو النص مخراو النص حسام الحق معناه مقدم له تحية وحسام مش غريب خد خدمنا مع بعضنا قبل في المسرح تناولنا نفس الشخصية خدمه في الصبرات خمتنا في الروبة خميس جوبة كيف كيفي في المنصف برج الرومي تلقينا مع بعضنا مخذين مع بعضنا شاريكي في الساكن في السفر دونك صحاب صحابنا وحسام وعرمشة لانه مهم جدا دي ما نقول لانا الحق نحيل ممثلين لكل خلاف حسام عن كل كل فرجوش على المحبة اللي في وسط في وسط السيقانس اني ورا الكاميرا نلعب مش علينا نعطيك نلعب كيما كيما اكثر ممكن ساعت من اللي اننا علينا الكاميرا دونك عرمشة انا حسام بحق صحب كان في لكم مزوز ما تتكلموش هذيك اللي ربما فيها اكثر خدمة فيها اكثر روشيرش هو انا حكاية الكلامة دي ومتكلموش على قد ما سمعتها وحبيتها معناها حبتها الناس على قد تعبيرها راهي باللغة ولا بالجسد ولا بالرجار بركة يكفي ومن لول عبدالحميد روقدنا مساسم فيهوش برشة كلامة معناها مش مشيوهو برشة للدوة دونك اللي يتعدى هذا ممكن ذاك علينا حسام فما دي سيكنسة اللي مبنية على الغزرة على خوف على حالة اللي تابلتو هكا اهم من الكلام ثم يجي الكلام يجي الكلام في مشهد السبيتار اللي تكلمت فيه انتي ايه وتنهد حسيتك ايه ايه في نوراتا هيدا دي كل شيء ايه خاطر من كنت خايف منه يا سيكنسة دي كتصورت اخر نهار معناها حتى في الـ كان الكلينيك اخر نهار وعرفتك اللي تبدأ تفرج في روحك وتعجبك شو روحك وتعجبك شو روحك وتسمع صوتك ده صوتك غريب عليك ايه دي ك دان كل اه تاني موقع تسنس بسكات بيت معناها هوا بليتو مش مبروك نلحطوه في الطلاة مسراو اكثر من السكات يقول دي كات يقول كلام نمالة حية الجثة كان يعبر عليها بالنمالة وحية مش دانك عندو هكا ولكن سيكنسة دي كي ايه 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 اللحظة معنا نفس بتاتر الصدق اللي وسط بين الناس نفس نفس اللي عشتو نقبلها من خوف الحق من نص لكلام اللي تقال في المجهدين في كاتبو ايه ايه من اللول انا عبد الحميد فما عندي انا مغرام الحق بالشعر وبالزاقل بليتو العامي معناها دونك فما نص كنت مقترح كنت انا كاتبو قبل اللي مسمي روحي اللي جام هبول المدينة فيه وعبد الحميد وقال لي وسماوني مهبول المدينة كلامي تلامس مش مفهوم قلتها على روحي قبل فبعد في وسط الواحد اقترحت عليه نص معندك باس اللي على محبوب اللي هو خانتفكروا بسيالش ما عندك باس اللي عندك انتي ما عند الناس في برد الليل قلبي عساس مش عارة منك تكسيني الباس ما عندك باس اللي عندك انتي ما عند الناس ما تخلينيش واحدي محبوبة روحي معطوبة وناس طيوفة من غير احساس ما عندك باس يا شميست ربي خذ اللي تحب خذ سنة ذهب خذ سنة ماس غير تبرا ريدي واتقم لباس ما عندك باس برا بو متأكد لي تكتب المحبوبة لتلماذي اي 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 نقص المحبوبة خطر انا عاني قلت لك في وسط السيق بتاع المسلسل بالحقرة و جوجارة البلاتو تتعيش كريم وانا هملت روحي تو حجمت اللحية وانا عدت شهرين حالة حليلة معناها كيما تراه كيما البرامة فليه المبروك المبروك اكتبها صدقني حتى من الشوق انا اكتبتها في رفراف نوز البحر اه اعطيني الحقرة صحة مقمود كامل اللي تكتبت فيه وين انا نعيش في رفراف نعيش في رفراف قريب للجبل والبحر والعزلة فما تقاطع الحق معها شخصية وكتبت حتى غير مكتوبة في الجنيريكرا والغنية متاع الجنازة غنية نسيمة تحت الشمس منموت اسمك تحت الشمس الدافية وحسة قدامي الحافية نزرع ونغني اللي تتغنى في الحق اللي نشكر عبد الحميد اللي خلاف قدمني كممثل قدمني زادا على كشعر كشعر كبيرة الحق ما زجيل نقوله اوه زجيل اوه زجيل اوه زجيل ايه ملت واضع بالحق موي سي جميل انا شوقي يحكي ويحكي على الشخصية وعلى طريقة العمل والأداء واللمة والكتيبة بيزدني كان شرف بانتمائي للمهنة هذه والقطاع هذه معناها هذه التكوين المسرحي والتكوين المسرحي معناها خليك عالم عالم أبو الفنوني خليك معناها تحكي ومين تجبت تلقى حققتان معناها فانتي برافو شوقي شرف لي عجبتني في الدور المسلسل الكل ناجح من اللي بدأت خلي خر البرومو بتعلم المسلسل نسميها في السينما قبل اللانسمن بدنا نشوف هكذا التشويق هكذا دورت من اللول تفرجت فيها من اللول معناها بكل هذيك بش نسلك عليها دورت من اللول قلت هاي طايتوفة هاي طايتوفة معناها طايتوفة طويلة عملت تتعدي نحب نشوفها الكل بش نثبت أكثر ريتها هذيك ما نعرش صورتوها دوري بلان سيكونس معناها برفتو عليها طويلة قداش تتعطولها تقريبا أكثر حداش نتقيقة أطنا حداش نتقيقة معنا طويلة حداش نتقيقة وهو بعد هذيك نهار برك نهار تولناج نهار تولناج معناها صورتو لابون كم يقولوها أحسن لقطة اللي بش تتعدى قداش قعدتو باش صورت بعدها هذيك استثنائي وانا بعد تيزر جاء بلحمية خالي لك صورت أصعب سيكونس معناها بعد 14 مرة 14 معناها وراني الديكورات قل لي أنت الرابط لبناتهم اي قل لي سيب روحك معناها ها هما تعرفهم لي خطر راحنا تيزر تصورهم بعد معناها ما بشينا خطوة به في تولناج دونك أعطاني الحق المساحة وديري جاني معناها في الثنية كانوا محاذيني أني نخطر ورا الكاميرا ونرجع وتعبت أكثر مرة تعبت فيها جري جري هذيك قد جاء بعض قل لي رأي هذي أصعب سيكون سعندك أنا تعرف كل مرة يجي ضيف من راجوج نقعد نسمعه وكما يقول شكر عرفتك شنية تقول أنت الانبهار الانبهار هذيك الانبهار الكل هم اللي جاء والكل هم عملوا غشيخ شعل بخصوناج متاحهم كل الكلكم مبعبين بالمسرح الكلكم مبعبين باللي غيفرانس أنا واحدة من ناس كو سم في بليزير اللي بالحق يكونوا ديزاكتور بالقيمة هذي بال بعدها بالنبو هذي متاع هك تبارك الله تكتب عندك دي غيفرانس سينيفي اللي نزم بكري نحكي معاك وهذي اللي يظهر للحاجة هذي هي الحاجة الصادقة في مسلسل رجوج هذي هي الروح ريت كي يبدأ السيس صحيح بالضبط حتى ثم اللي فاي اللي حكينا عليهم وواحد وكل شي ثم روح صحيح صادقة ويظهر اللي جاية من كل واحد فيكم وإنا أكثر حاجة تعرف عجبتني سنغ نفوغ معت كنت هك تمسني وذكرني كي كنت صغيرة خاطر كي ما قلت انتي في كل ريف وفي كل واحد دي ما تم المهبول نقص عقل درويش مسكين نقول هكيكا أما هل تم الحاجة الحلوة تونسية متنجم تكون كين تونسية هو هو البروح هكيكا مبروك أما كي يخرج مثلا كي تخرج محبوبة في الليل ولا طفلة تخرج في الليل شكون اللي صاحبها ويمشي معها الراجل يجي معها هو مبروك إجزاكتما إلا هذي يالو كانت خاص متاع هو تومهوش في عقله أما كانت يساجد معنتها بش حماية حماية الطفلة حماية بنت بنت بلاده يولي هو عقله يولي عقل والناس تعمل عليه معنتها كي تخرج ومبروك معها ياخذ حتى في البوس هو في بلاست معنتها الفي الانترميديار يسا دون بوت هالنوانس هذو ما أنا قدش شخ تعليم وقدش عجبوني برافو عيشك عيشك أنا جست خطر قبيل أقال كلمة بيانسي برافو تبرك عليك معناها في الدور ونعرف إلي كمو مثلا نحكي نعرف إلي مش سهل حتى طرف من الأدوار المعقدة والصعيبة على الأخر تظهر سهلة أما صعيبة بالحق بالحق أنا كنت نثور مع عبد الحميد نحب نعود نحب نعود لي بخيز يقولي لي أنا أخذيت لي حاشتي بي نصل نتغشش ساعات قوله لي نحب نعود بلك نلقى مخير قلت أنت كلمة قبيلة اللي على قدم تحذر وهذا صحيح تجبد من اللقز رأو كل أما وقت اللي اكسي رأو الممثل يرمي روح ونسي اللي حضر روح على تبيعت وتلقائي 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 خليك تعاود للي الحق وانا المشكلة اللوجيك ممكن هذا السر الخوف متاعي لكل أنا والتياتر وما عندي جش كل تجربة كبيرة قدم كاميرا قلت لك سنة عملت الفيلم وديريكت فكنت خايف الحق مدوزاج معناها هي شخصية وتبدأ عادية وفي الريتوني والدنيا وكذي بشتلعبها وتبدأ وتخاف وتخاف فما بالكذي هي سيلويتها البرسوناج دون كذيك هو الحق فيقة كبيرة في حبد الحميد معنا اللي قتل عين وذويقة وقال لي متخافش معناها ألعب صدقها وكهوم غير ما تخمم في كيف الروح والصدق والسلو فما زوز اللي يرحمهم حطاب الذيب وتوفيق البحري يصور في مشهد في فيلم في بورت يغطس ويعود يطلع فيه فما المزوط على هزيت هذا المدل البتويت عادة يحكي التوفيق قالوا فمتي أخو أنا نهب فمتي نغطس ونقول أكس يو فمتي والاخر يضرب العزاء على الماء وانا نطلع قدش عودوا ممرة قالوا نكون نصو مرة قالوا في الأخر دي ماريتش معنا أنت يطلع 14 مرة نغل شايف وبيك في الألعاب الأولمبيا والله عملت عاد وريفي لا والحق معنا باعدي كيف كاملك اللي علينا خد المثنين لكلهم اللي يعمل خطوة واللي شوق يعاد الحق معقلك حد اللي عندك فزيك هكامت نكتور إسبانيك للأمريك الجنوبية مرأة إسبانيوري أي إي إن أموزاج خيتي بي ما عنده برشا طويلات نحب نحب واجه أنا مبكري نخذر لما ته رافي كان في غال غادي مع نش أموز عزي جبالي قولي أنت المكسيكي كالك متا و الفيلم نحب نحب نرجع وقلت وقالوها برشا من اللي يجي ولهنا أنه في الحوار كانت مساحة من الحرية ما كانت حوار مكتوب بدقة معناها ثم مساحة أنه يلعب فيها جو حتى يقترح زاد الممثل الرقصة اللي كان فيها ربما تحية للشعب الفلسطيني مقترح من جاي الحق من معناها من أنه يفهم مبروك نقرة دي ما يرقص أنا وقتها خممت في رقصة غريبة المبلوك كما تخمم كيفية كيفية أريتميك ولا كيفية أشتاح بالضبط خممت أنه فما اللي بيختي ذيك إيلا موغ اللي هي رقصة حد حل القضية الفلسطينية والليت قضية إنسانية نشوفها دونك شنية هالتعبير وقتها عبد الحميد نحكي وقتلونا عملوها مغربة اللي عليها مغربة أم ليش مغربة هي معناها بحقيقتها أنت تنتمي لهم بطبيعتك دونك كذي كانت الحكاية في علاقته بالأرض وفي علاقته هو حجر الواد في رقوش إن شاء الله بالتوفيق محمد شوقي خوش أنت المرشح تفضل وجه جديد لديه الناس للتصويت أنت تعطي لنفسك الجائزة لتساول واجه واجه راضي على أدائي وراضي على ما قدمت ورشح نفسي بأحسن وجه مش تواضع مصطنع ولكن بالنسبة لي أنا رأو مشروع طويل واحد يقعد باللي يبحث فيه ويكمل فيه وقال ما خلطتش معني وكان يقول خلطت وقف مشروع حلوة خدمة ممثل إن شاء الله بالتوفيق محليك شاء الله كل التوفيق محمد شرق خوش